طيب اسرائيل عملت كده لي المتحدث باسم جيش اللي احتلاله النهاردة قال انه الهدف من العملية دي احنا كنا مجبرين عليها ودي عملية نوعية وعملية بناء على معلومات استخباراتية وكان الهدف منها ان احنا نحرر الاسرة بتوعنا وهم ما حرروش غير اتنين من المحتجزين ده وفقا ليه اللي تم اعلانه لكن كل الاخبار وكل التصريحات الجانب من الجانب الاسرائيلي كلها بتتكلم انه لا سبيل يعني غير تكون فيه عملية عسكرية واسعة في رفح وده السبيل الوحيد للنصر وان اعاقتنا عن هذه العملية او ان اي حد يقول لنا يمنعنا منها كانه بيمنعنا من النصر اللي احنا عايزين نوصله الحقيقة حالة خوف فعلا كبيرة وحالة قلق لانه اللي حصل بالشكل ده انت بتتكلم بس في عملية نوعية زي ما هو بيقوله راح ضحيتها ميت شهيد فما بالك لو حصل قصف يعني طبعا جوي واجتياح بري فبالتالي لك انت تخيل ازاي هيكون الوضع وسقوط طبعا يعني احنا بديكلم النهاردة وصلنا ل28 الف شهيد وغير المصابين 76 الف يعني الجملة الجمالي حوالي 100 الف فده اللي بتحذر منه مصر وده اللي اتكلمت عنه كمان النهاردة الرئاسة الفلسطينية ان هما بيدعوا المجتمع الدولي ان يكون لهم وقفة حازمة ووقفة جادة تجاه طبعا هذه العملية العسكرية اللي اسرائيل بتلوح بيها وبتقول انها مصرة على اتمامها وانه ده لو حصل هتكون كرسة كبيرة مجزرة وده السيناريو اللي بتسعى لي اسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين ومدام احنا بيكلم على اسرائيل وكلامهم وتصريحاتهم لسه التصريحات المستفزة ولسه الاكاذيب يعني مصرين عليها بيحاولوا بكل الطرق استفزاز الجانب المصري ما هياش اول مرة يتكلموا على انه السلاح اللي بيجي من حماس السلاح اللي عنده حماس ده سلاح بيجي من مصر ومصر طلعت ووضحت واتكلمت وحتى تحيئاتهم الداخلية هما في اسرائيل شافت ان السلاح معظم السلاح اللي موجودة عنده حماس هو سلاح اسرائيلي بالاساس ليا اما كان طبعا بفساده وبرشاوة والكلام ده كله او حتى السلاح على فكرة اللي هم بيدربوه على فلسطين فيه سواريخ كتيرة ما بتنفجرش فيعاد استخدامها او تدويرها مرة تانية وياخدوا اللي هي المادة الفعالة او اللي هي المادة المدمرة دي ويصنعوا ويعملوا منها سلاح ده هما اللي بيقولوا كده الكلام ده اسرائيل اللي بتقولوا بالتحيئات اللي بتتم وحتى وسائل الاعلام الامريكية كان فيه تقارير يعني فردت مساحة كبيرة من التحليل والتفسير سلاح حماس جاي منين فانت راجع كل شوية ترجع وتقول السلاح جاي من مصر السلاح جاي من مصر مصر اللي عملت شغل جبار في مسألة الحدود وتطهير الحدود والانفاء وكل هذه الامور لحماية امنها القومي فانت دي زريعة ده كله وانت عينك برضو على ما مر فلادلفيا او صلاح الدين اللي مصر قالت ان ده خط احمر وانه المساز بيئة وانك تدخل باي شكل من الاشكال انت بتهدد اتفاقية السلام وفيه اصوات مش قادر اقول انها اصوات عاقلة داخل اسرائيل لان في الوضع اللي احنا فيه ده مفيش عقل المسألة كلها جنون كلها قمة التطرف لكن هما نفسهم بيحذروا من انك تستفز الجانب المصري بتقريرهم اللي بتتكلم عن قوة الجيش المصري انت بتحق يعني لو حصل كده انت مش ميليشيا مش فصائل ده جيش كبير اقوى جيش في المنطقة فهم نفسهم بتكلموا يعني بلاش السفزاز لمصر بلاش كل شوية تتكلم عن سلاح تتكلم انك عايز تسيطر على فلادلفيا هذا الممر واللي مصر بتقول لا مصر كررت لقتها اكتر من مر سبتة على موقفها بتقول الخطوط الحمرة بتاعتها بتقول ان ده ضد القضايا الفلسطينية ضد الامن القومي المصري ضد المنطقة ضد توسيع رقعة الصراع ضد انك فيه كل هذه الازمات اللي موجودة حوالينا اشتركوا في القناة